مطار أثار جدلاً كبيراً ما زال الغموض يحيط بأنفاقه التي بنيت تحته بشكل سري والتي بها العديد من الملاجئ السرية والأغرب وشراء الملكة إليزابيث وابنها الأمير تشارلس وغيرهم من الملوك بعض الملاجئ تحت هذا المطار التصميم الغريب والملئ بالألغاز واللوحات الجدارية المليئة بالرسائل الخفية أثارت شكوك العديد حوله الكثير من الرموز والإشارات والأنفاق التي توحي بأننا لسنا أمام مطار لنقل المسافرين بل نحن أمام صرح غريب لغز مطار دينيفر الغامض بأمريكا يقال بأنه من أهم أسرار الماسونيين التي تم الكشف عنها مؤخراً شعارهم على حجر الأساس في مبنى المطار لا يحتاج إلى شرح رموزهم في كل مكان حصال لوسيفر القاعة الكبيرة المطبق اسمها مع اسم القاعة الرئيسية في المحافل الماسونية ولوحات الرسم الجدارية التي تتحدث عن إبادة البشر والحروب وقتل الناس بالفيروسات ثم مجيء المخلص وإحلال السلام بيديه والكثير تتوقف فوق الأرض إنما ما تحت الأرض أخطر المطار أحدث ضجة كبرى على مواقع التواصل بسبب علاقة الماسونيين به ولمعرفة نوع هذه العلاقة وقصة بناء هذا المطار باختصار تابعوني في هذه الحلقة أنا عبد الحميد خطاب وهذا برنامج الرحالة أهلا بكم اشتركوا لأنا يا أصدقائي بالقناة لنكون على اتصال دائم وتابعوني على حساباتي الشخصية ورحبوا برسائلكم في أي وقت أصدقائي بداية مدينة دينيفر هي عاصمة ولاية كولارادو الأمريكية مطار دينيفر الدولي أكبر المطارات الأمريكية مساحة حيث تبلغ مساحة الإجمالية 140 كم مربع يحوي أطول ممر هبوط على مستوى أمريكا في عام 2013 احتل المركز الخامس عشر على مستوى العالم كأكثر المطارات حركة وانشغالا بالحركات الملاحية للطائرات فكرة المطار ظهرت عام 1989 قدما تم التخطيط لبناء مطار جديد باسم دينيفر من قبل المجلس الإقليمي الأمر الغريب وأنه لم تكن هناك حاجة لبناء هذا المطار حيث كان هناك مطار آخر قبله اسمه ستابلتون كان يعمل بشكل جيد للغاية فلماذا تم الاستغناء عنه بهذه السهولة؟ لا إجابة ما زاد الحيرة والتساؤلات هو التكلفة الضخمة التي صرفت في بناء هذا الصرح الغريب والتي تقدر بأربعة مليارات دولار في عام 1990 تم وضع حجر الأساس للمطار وهو نقطة البداية للأحداث الغريبة التي أثارت علامات استفهام كثيرة من قبل الناس الأعجب أنه لو حلقت من فوق هذا المطار ستتعجب بأن حجر الأساس هذا كان عبارة عن خمسة مباني ضخمة تم دفنها أسفل الأرض دون هدميها في الحقيقة يوجد الكثير ممن سأل عن السبب في دفنها ولكن لم يكلف أحد من المسؤولين نفسه العناء للإجابة عن هذا السؤال من الطبيعي أن تبنى المطارات في أماكن فارغة بعيدا عن المناطق السكنية لتفادي الضوضاء لكن بمسافة لا تتعدى بضع كيلومترات لكن عند الحديث عن مطار دينيفر فالأمر في غاية الغرابة حيث تم بناء المطار بمكان أشبه بالصحراء يبعد عن المناطق السكنية بمسافة 40 كيلومتر أي أنه لكي تسافر من المطار عليك أن تسافر أولا إلى المطار الشيء الأخير المثير وأن مسارات الطائرات في دينيفر أحدثت ضجة كبيرة أيضا وذلك بسبب اتخاذها لشكل العلامة النازية أو الصليب المعكوف كما أنها أربع مسارات فقط مقارنة بعدد الطائرات الهائلة صديقي من العادة دوما عند بناء أي مكان مثل المستشفيات أو المراكز التجارية أن يتم وضع لافتة أو تمثال مميز عند المدخل هذا ما تم عمله أيضا في مطار دينيفر فعند مدخل المطار استقبلكم تمثال عجيب ومخيف عند رؤيته ستشعر أنك ذاهب إلى الجحيم هذا تمثال عبارة عن حصان أزرق اللون مخيف المنظر خصوصا بالليل عندما تضيء عيناه باللون الأحمر يحمل اسمه بلوسيفر وكأنه حصان الشيطان وما يجعل هذا تمثال مخيفا أكثر هو سمعته السيئة حيث قيل أنه قتل صانع الفنان لويس خيمينز حيث تم تكليف هذا الأخير بتصميم هذا تمثال الذي يبلغ طوله 32 قدم في سبع نيات القرن الماضي وبينما كان على وشك إنهائه سقط رأس تمثال على قدم الفنان وقطع شرايين عانى لويس كثيرا حتى توفي إثر إصابته وفيما بعد تولى ابنه وعائلته وأصدقاهه الإشرافة على هذا التمثال لننتقل الآن إلى داخل المطار هناك مفاجآت كثيرة بالانتظار في البداية ستسحر بكثرة الألوان والرسومات والرموز والغرف وأشياء أخرى نتركها لك مفاجآة ثم ستجد أمامك مكانا شاسعا اسمه القاعة الكبرى وهو نفس اسم قاعة الماسونية في المحافل باستثناء أنك لن ترتدي المئزر الخاص بهم ولن تمارس تقوصهم بإمكانك فعل أشياء أخرى كالجلوس بأحدى المقاهي أو المطاعم الموجودة هناك أو التحديق في من حولك فلديك الكثير لتكتشفه يمكنك أيضا التجول في الممرات لتجد لوحات فنية وكتابات بلغة إنجليزية مثل الحرب العنف الموت وكلمات عربية مثل السلام ومن اللوحات الفنية الموجودة بالمطار هي لوحة نهاية العالم التي تخبرك أن البشرية ستعاني من مشاكل وحروب كثيرة دموية وبعدها سيأتي المخلص المسيح الدجال لكي ينقذنا ثم يعم السلام مجددا وبعض تلك اللوحات تصور لنا معارك البشر عبر التاريخ جندي نازي وجه بندقيته تجاه الأبرياء أم ثاكلة تبكي وبين أديها طفلها الرضيع أطفال من مختلف الأعراب صور أسلحة وسكاكين ويسمح للأطفال برؤية هذه الرسومات كجداريات فنية بالفعل وهذه الأشياء تزيد الشكوك والغموض حول الهدف الحقيقي من هذا المطار بعد ذلك صديقي ستتجول بحثا عن المزيد من اللوحات تجد أمامك العديد من رسومات الفضائيين الخضراء ذات العيون الواسعة ويتنظر إليك وستجد تمثال الشيطان ويخرج من حقيبة أمامك مباشرة وكأنه يستقبلك بطريقة ساخرة إذا شاهد أي شخص مننا رموزا أو رسومات تحمل معاني غريبة ومريبة في مكان عام مثل المطاعم والمتاجر أو المقاهي بالتكيد سنشعر بعدم الارتياح ونغادر بسهولة ولكن عندما توضع هذه الأشياء بمطار دولي حيث يجلس الشخص ساعات بانتظار طائرته ويطلع هذه الرموز دون أن يستطيع المغادرة وكأنه إجبار للشخص على مشاهدتها حتى يتقبلها نفسيا فإن للأمر مغزا آخر فإنما تحط قدميك ستجد مفاجأة جديدة والمفاجآت تستمر وبالنظر إلى الأرض سيجد المسافر كلمات وطلاسم غريبة قد لا استطيع الإنسان المسافر أن يفسرها بمروره فوقها ولكنها كلها تغرق بالغرابة يجب أن تقف عليها وتبحث عن معنى لها فمثلا توجد كلمة محفورة على أرضية المطار ويتعني باللغة الهندية الجبل الذي هو أبيض وبعدها بقليل كلمة أخرى أو الجبل الأبيض وهتان الكلمتان كتبت بلغتان مختلفتان لسبب مهم جدا للدلالة على مكانين مختلفين ولكن لهما نفس الأهمية في عالم المسونية فالأولى للدلالة على أن الشعب المقدس يتحول عند هذا الجبل المقدس وهو جبل بلانكا كولورادو وواحد من أربعة مواقع مقدسة للثقافة الهندية وفيه حزب معتقداتهم والتي كان يؤمن بها السير ألبرت بيك عراب المسونية في أمريكا الشمالية وأن الشعب المقدس يتم بعثه من هذا الجبل الأبيض أما كلمة إمتي بلانكا فيها للدلالة على جبل بلانك في فرنسا وهو المكان الذي وقع في فرسان الهيكل المثاق الخاص بهم وبه انطلقت وغازت جماعة فرسان الهيكل أوروبا فكريا ومنها انطلقت إلى أمريكا بعد أن هربوا إلى إسكتلندا ومن الرموز الغريبة التي ما زالت تثير الجدل هو رسم A.G.A.U. على الأرضية فعلميا هذه الرموز تشير للذهب والفضة وهما إحدى رموز القوة والسلطة لدى المسونية أيضا تشير إلى مرض التهاب الكبد الفيروسي القاتل فما علاقة المطار بهذا المرض؟ ما معنى الكتابات الغمضة المبثوثة هنا وهناك داخل المطار؟ هل هي رسالة مشفرة تنقلها المسونية؟ صديقي لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فتحت المطار اللغز الأكبر إذا نزلت إليه ستجد هناك العمال يتعمدون ارتداء الأقنعة الفضائية للسخرية وقد أشار العديد من الأشخاص إلى أن موقع البناء الواسع مثل موقع مطار دينيفر سيكون الطريقة المثالية للتغطية على مشروع أكبر قد يكون مخفيا تحت المطار نفسه فما رأيكم؟ لننزل معا لنكتشف ما يوجد بالأسفل في الحقيقة طلبت أكثر من قناة فضائية أن تصور ما تحت المطار وبالفعل قبل أحد المسؤولين هناك ونزلت مذيعة من إحدى القنوات برفقة المصور في جولة تحت الأنفاق وبعد انتهاء الجولة سألت المذيعة الرجل الذي أخذه هل أخذتني لجميع الأماكن في الأنفاق؟ أجاب الرجل بتوتر نعم نعم بعد ذلك صمتت المذيعة ورسمت على وجهها ابتسامة مصطنعة لأنها كانت تعلم بأن جميع ما رأت هو ما أراده هذا الرجل فقط وعند الخروج ودع الموظفون بأقنعة الفضائيين وهم يلوحون للكاميرا بعد جولتها خرجت المذيعة وقالت بأن الدخول للأنفاق كان ممنوعا من الأساس وأن المساحة تحت المطار أكبر من المطار نفسه بكثير كان هناك عدد من القصص عن مجريات غريبة من موظفي المطار على مر السنين يتضمن ذلك محادثات حول أبواب تحت الأرض ليبدو أنها تؤدي إلى أي مكان وضوضاء غير معروفة حتى الإشارة إلى وجود مشرحة في الموقع في فبراير عام 2007 كان هناك حدث غامض إلى حد ما من 14 طائرة انتهت جميعها مع زجاج الأمامي المتصدع في غضون فترة زمنية تقدر بحوالي ساعتين بعد إجراء التحليل ذكر محقق السلامة الجوية أن الشقوق كانت ناجمة عن حطام جسم غريب ومع ذلك ظلوا غير قادرين على تحديد ما هي ذلك الحطام بالضبط ولا يزال مشرف المطار يؤكدون بأنه أسفل المطار هناك أنفاق فقط ولكن كان لعلم الجيولوجيا السابق فيلش نايدر رأي آخر كان فيلبي السابق يعمل مع الحكومة وهو من العلماء الأوائل الذين أكدوا بأن ما تحت المطار هو أخطر من ذلك بكثير بأن العديد من التجارب السرية تقام تحته وكشف فيلبي أنه في آخر مرحلة من بناء المطار تم ربط الخمسة مبان بممرات سرية كما كشف فيلبي أنه تم إنزال ما يقارب الأربعة عشر ألف ميل من الكبلات الكهربائية وتم وضعها بالمخزن الضخمة تحت المطار وأكمل كلامه قائلا بأنه تحت المطار مستويات عالية من الطاقة الكهرومغناطيسية التي تعرض لها شخصيا يعتقد البعض بأن مطار دينيفر هو بالحقيقة قاعدة عسكرية سرية أو مقرا سريا لحماية نخبة المشاهير في حالة حدوث الكوارث وانتشرت هذه النظرية بسرعة خصوصا عندما اشترى العديد من ملوك العالم مثل الملكة إليزابيث وابنها الأمير تشارل وغيرهم من الملوك والرؤساء ملاجئة حول هذا المطار وأحد الدلائل المحتملة لدعم هذه الفكرة هو حقيقة أن الرئيس أوباما كان في دينيفر في نفس الوقت الذي مر فيه المذنب إيلين من الأرض في عام 2011 وقد يكون هذا مهما حيث كان هناك حديث عن المذنب وأنه سيستضم بالأرض مسببا الزلازل الكارثية وموجاد المد نتيجة لذلك وكان يطلق عليه مذنب يوم القيامة ولكنه يجعلك تتساءل عما إذا كان الرئيس أنذاك قد نقل إلى دينيفر للحماية لإضافة المزيد من الوقود إلى النار تم الإبلاغ أيضا عن أن ملكة إنجلترا كانت تشتري عقارات مجهولة بالقرب من المطار هل هي الأخرى؟ كانت تتطلع للحماية هناك نظرية أخرى تقول أن مطار دينيفر ربما يكون مكانا لصناعة الأسلحة السرية وآخر نظرية تقول بأن المطار ما هو إلا قاعدة شبيهة بالمنطقة 51 التي تحدثنا عنها سابقا المسؤول عن تجارب الفضائيين خصوصا عندما انتشرت أقوال عن طائران أطباق طائرة فوق المطار آخرها طبق طائر طار فوقه عام 2018 هذا الأمر شكل علامة استفهام كبيرة حول هذا المطار المطار يقع بجانب مقر قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية المسؤول عن حرب الفضاء والتوابع الفضائية وإدارة المطار تقول أن كل ما يدور حول المطار مجرد إشاعات لكن لماذا تم وضع شعار المسونية على حجر أساس المطار المعروف أن كل مطار يحتوي على شيء يسمى بكبسولة زمن هذه الكبسولة تحتوي على تاريخ فتح المطار والمشرفين عليه أما كبسولة مطار دينيفر تحتوي على الآتي سيفتح هذا المطار بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 1994 وعندما يفتح سيكون هناك سر كبير تحته وسيكون رسالة وذكرى لسكان كولورادو عام 1994 وتحت هذه الرسالة رسمة الفرجار المعروفة الخاصة بالمسونية وتحتها كتبت عبارة بإشراف لجنة مطار العالم الجديد ويصنف أيضا مطار دينيفر ضمن أكثر المطارات المرعبة حول العالم العجيب في الأمر أن طاقم العمل هناك وضعوا أكثر من لوحة داخل المطار تسخر من اتهام الناس لهم بالعمل مع المسونية ولكن عندما سألهم أي شخص بشأن الرموز أو سبب وضعهم لإسم المسونية وشعارها مباشرة وجها لوجه لا أحد يجيب والآن بالعودة لكابسولة الزمن برأيك صديق لماذا سيكون المطار عام 1994 ذكرى لسكان كولورادو أتطلع لمعرفة أرائكم بالتعليقات كل الحب لمتابعتكم وإلى اللقاء